السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان والأخوات الكرام مرحبا بكم في حلقة جديدة من الأخبار إيطاليا الحلقة دي 22 في شهر واحد اليوم أغنطر قل عديد من الأخبار لعند علاقة أولا بالدكريتوفلوسي دي سنة 2024 واللي ما كيش فرق يا إخوان زمني كبير ما بين الدكريتوفلوسي السابق وهذا الحالي لي من المفترض أنه يكون دفيع نهار خمسة ونهار سبعة في شهر جوش وشوفوا التفاصيل في هذا الفقرة والجديد حول هذا القانون كيفما أنه غذين تكلموا يا إخوان إلى خبر لذكراته صحيفة لستامبا تغيير في ليزي يحرم لعديد من الشيك دي الإدماج اللي تصدموا يا إخوان بالقانون دي سنة 2024 الشيء اللي وصل لبعض منهم أنه يعتادي على الموظفين دي الكاف باتروناتو اللي ما عندهم حتشي مسؤولية في هذا القوانين غنشوفوا هالتغيير اللي كيرفع ليزي خصوصا الناس لسكنين عرب وحدهم وغنتكلموا يا إخوان على إضراب وطني ديلة النقل وسائل النقل المحلية ما كنتكلموا شي إخوان على وطنية غذي تدير إضراب بعد غد وغده غيكون في الممبرية كيفما أنه غنتكلموا على الميليا رومانيا غذي تقوم يا إخوان وهاتشي صادقات عليه في المجلس الجهوي بتكوين وجلب 500 شاب من المغرب غيكونوا مكونين في ميهني إخوان اللي محتاجهم الجهة وغنتكلموا كذلك في نفس الفقرة على مواطن مغربي شاب اللي مع ثلاثة ونص ديال الليل ديال البارح غيتم يا إخوان إطلاق الرصاص عليه في الرجليه بجوج ما زال حي ولكن الحالة دياله صعبة وغنتكلموا كذلك يا إخوان على الأخبار ديال القيطعة ديالغزة هاد الفقرة يا إخوان فيها جديد ليه هو مهم أولا غنشوفوا الضغط الكبير اللي كيدروا العالم من بينها جميع الدول الأوروبية السبعة وعشرين وكذلك بريطانيا ولذلك سمينة وعشرين حول الحل ديال الدولتين كيهاجموا نطانياهو وغتشوفوا الوزير ديال الخارجي اليوم أش نقطع رحل الساكنة ديالغزة جزيرة إصطناعية غنشوفوا عدة أخبار أخرى من بينها العنصرية في الملاعب كرة القدم الإيطالية واش نوقعي إخوان في مقابلة ديال كرة القدم في الأيام الماضية وكيف مال عادة كنبغي نشكركم جزيلة شكر على الدعم ديالكم للقناة كنبغي نشكر جميع الناس اللي كيخليوا لايك لايك يا إخوان راه مجاني ما كيخلصوش عنيه وعير باش أنك تقول هاد الفيديو راه المحتوى عجبني باش يطلع للناس أخرين كنتمنى أنكم يا إخوان تخليوا لايك والناس اللي ما مششاركاش الشاركوا باش قد توصلوا بالجديد إن شاء الله فهذا الفقر يا إخوان غن تكلموا على الدكريات وفلوسي ديال سنة 2024 الأسئلة اللي كتوصلني على هاد الدكريات وفلوسي أرها كثيرة بحكم أنه تاريخ ما بين هاد الدكريات وفلوسي الحالي ديال سنة 2024 والصابق أراه ماكنش بزاف ديال الوقت والحاجة اللي هي أهم الدكريات وفلوسي ديال سنة 2024 على حسب القانون اللي تنشر في الجريدة الرسمية نهار 27 في شهر تسعود ديال 2023 تيقول بلا أنه الناس خاصة دفع نهار خمسة نهار سبعة ونهار طناش في شهر جوش ديال هات السنة يعني كنتكلموا على أول دفع باقي عليه إخوان 13 يوم والحدود الساعة الموقع اللي غديدفع فيه باقي ما تفتحش ويرباش نعطيكم يا إخوان المشكلة في المكين إلا عقلته الدكريات وفلوسي ديال العام اللي داز ديال شهر 12 ديال 2023 الناس دفعت نهار جوش نهار ربعة ونهار 12 ولكن كان عندهم إمكانية باش أنهم يعمروا دوسي ديالهم في الموقع الرسمي إلى غاية السنة وعشرين في شهر 11 يعني عمرهم من 30 في شهر 10 حتى الساعة وعشرين في شهر 11 أعطوهم شهر يا إخوان ديال الوقت باش الناس تعمر وحبسهم سي ما نقبل ولذلك دبع حاليا أشنا هو الحل بحكم أنه أول تاريخ هو خمسة في شهر جوش خمسة في شهر جوش بقتل أقل من جوجية الأسابيع الناس إلا فتحتيني من الموقع غدا أرمي عندهم ش الوقت باش يعمروا وعندي أصديقاء اللي عندهم مكاتف ديال كاف باتروناتو حتى هم هاي إخوان ما زال ما فتحوش ليهم السيستام وكي تساءلو إيمتا غي تفتح وإلا تفتح إيمتا غي تتغلق حتى إلا فتحوا ليهم السيمانة فقط رغطنو دروينا يعني التشي واحد ما غيقدار يدفع على خاطره غيكون السيربيس بزاف وكاف باتروناتو غيكون عندي محد ضغط كبير إلا فتحوه وخلاو حتى المتلا نهار ربعة ونهار خمسة اللي هو يلغد ليه عيرت كليك على أوكي أرى يقدر يكون حل ولكن يقدر يكون حل مزيان إلا الموقع تفتح غدا أو بعض غدا أما إلا تعطلوا هذه إخوان أرى عالمة استفهام كبيرة بحكم أنه لحوذود الساعة ما كنحتش خبر ما كنحتش إخبارية من وزارة الداخلية ولذلك حتش واحد ما عارف شي حاجة الحاجة اللي هي مهمة وهذه فكرة يا إخوان أنا كنظن والله أعلم وكنعود نركز على فكرة شخصية عير ديالي طحت لي في البال ديالي إلا كانوا في الدكرياتة فلوسي كانوا طالب الـ 130 ألف ودفعت لي مكتر من ستمية ألف كنظن والله أعلم غيكون أحسن إله الزمن هذوك ستمية ألف من جديد يعني في عوض ما أنه الناس تغسر فلوس ثانية وتبدأ تدفع من جديد وهما يلاه دفعوا هذي شهرين من الأحسن هذوك الناس ويكون حد أو فرق لبزاف ديت الناس في عوض ما أنه تبدأ تدفع وتبدأ تسابق ثاني مع تسعود ديال الصباح كنظن والله أعلم هذوك القدام ديال شهر 12 غيكون أحسن حل وانتمنى شخصيا أنه مديرو هاك لأنه بزر ديت الناس دفعات وما زر كتسنية إخوان في الجاوب على ذكري إخوان هذي المعلومة ديالجواب راه كين الناس لعير هذي الأيام بدو كيجابوا فيها على الدكريات فلوسي ديال سنة 2022 هذك ديال شهر 3 ديال العمل اللي يفات يعني راهي إخوان باقي كيجابوا في النص القدام ها كل واحد وظهروا فيما يتعلق بالدكريات وفلوسي الحالي كيف ما قلت لكم طالبا 151 ألف شخص 61 ألف كونترا ديال ديما 700 شخص مقاول داتي وتسعود وثمانين ألف ناس اللي هما يصطف جونالي في القيطع ديال الفلاحة الفندقة والسياحة وكان بغير ركز كذلك على أنه ما بين هذو 61 ألف شخص اللي هما يكونترا ديال ديما راه كينا إمكاني وهذي كينا في جميع القوانين كينا إمكاني لربع آلاف شخص أنهم يستغلوا يا إخوانا هذي الحصة كي يخذوا من النهار بعالف كونترا اللي باش يحولوا كونترا اللي هي موسمية وراق اللي هما يبيرميسو ديال صجورنو موسمي يتحول إلى بيرميسو ديال صجورنو سبورديناتو يعني ديال الخدمة وماشي مؤقت وماشي ستاجونالي المهم الله يدير الشيو ديال الخير إلى آخر شي خبر جديد أرى غادي نقولوليكم يا إخوان حدو تسعر ما كينتاشي حاجة وكل شي كينتاظر فهذا الفقر يا إخوان غادي نطرقوا الأخبار ديال الجالية المغربية وأول خبر اللي غادي نطرقوا لي كي جيني إخوان من الجهة ديال الميليا رومانيا اللي فيها المجلس الجهوي صادق اليوم على وحد القرار به إن شاء الله غايجوي إخوان الميئات ديال الشباب المغاربة اللي غايتم تكوين ديالهم بتنسيق مع المغرب في المغرب وغايتعلموا يا إخوان الحرفة اللي محتاجها إيطاليا ومن بعد غايجيبوهم يخدموا في الشركات الإيطالية اللي عندها خصاص كبير يا إخوان في اليد العاملة المتكوينة تكوين عالي يعني ما كنت تكلموش على أي واحد إخوان كيقلب على خدمة خاص الشخص يكون قاري هات الشي وخاص هات الشخص يكون تكون مزيان رطابية الحالي إخوان هات شي صادق عليه المجلس الجهوي ديال الميليا رومانيا وهو إخوان واحد المشروع اللي غايديره الالتحاد الأوروبي مع المغرب وتونس لميليا رومانيا بالتحديد غادي تحصلي إخوان على خمسمائة شاب اللي غايجيو من المغرب وهذا المشروع هي إخوان اللي كيدير فيه الالتحاد الأوروبي القيمة المالية دياله كاملة را غادي تكون في حدود واحد ساعة المليار مغربية قريبا ماشي شي قيمة مالية كبيرة بالزاف ولكن باش ديالتكوين ديال الشباب را صارها حتم زيانة بطبيط حال مشروع اللي غاينطالق ابتداء من هات السنة سنة الفين أربعة وعشرين وغايدوم لمدة ثلاث سنوات وكيف مات يقول المسؤول الجهوي على التقدم الاقتصادي قل لك حان الوقت لمواجهة هاد الخريف الديمغرافي رطابي تحال علاش لأنهم هومي إخوان غادوا نوكيقلهم نحي ديال السكان الناس ما را بقاش كتولد كيفما السابق ولذلك را كنت تكلموا على واحد الخريف ديمغرافي لي كيحاولوا أنهم يواجهوه بها الطريقة يجيبوا يد عاملة متكوينة من الدول الإفريقية من بينها المغرب هاد شي اخوان تكلمت عليه هات الصحيفة كما أنه تكلمت عليه صحيفة بولونيا توداي في حين في خبر آخر اللي تكلموا عليه اخوان العديد من الصحف كذلك هو ذك الشي يوقع اخوان ليلة لدازت لشاب مغربي في مدينة روما عنده خمسة وعشرين عام مع ثلاثة واربعين دقيقة قريبا غيتمي اخوان إطلاق النار في واحد الحي اللي كان في الضواحي ديال مدينة روما الناس اخوان لي ساكنت مغادي تفاق وغي القوب لأنه هاد الشاب المغربي يطيح للأرض ومضروب بالقرطاس على رجليه بجوش يعني مش يعرف رجل وحدة رجليه بجوش غاي عيطوا الإسعاف وغاي جيوه البوليس غاي نقلوه لسبيطار اخوان ديال مدينة روما سريعا وتمي اخوان غاي دروني العملية الجراحية باش يحيدوني القرطاس ويعطيه الرعاية الصحية المهم على حسب ما تيقولو ماشي في خطر الوافاة يعني ما غادش يتوفى ولكن الحالة ديالو اراها صعيبة الله يشافي في حين انه البوليسي اخوان بشو العين المكان خذو ذك الشريخة ياخدو من مسرح الجريمة وبطبيعة الحال غادي يشوفوا كذلك الكاميرات لا تكون شي كاميرا شداتي اخوان دوك اللقاطات او على الاقل كاميرات اللي تقدر تكون بعيدة شدات السيدو هو هارب لضربه في حين انه الشاب المغربي احتغطوا لي الصحة دي المزيانة عاد غادي يستامعوا لي ويعرفوا النسخة ديالو تاشي حاجة يا اخوان ما كيستبعدوها رجال الشرطة يقدر يكون تصفية دي الحسابات اللي عندها علاقة بالمخدرات او يقدر يكون شخص اللي تغلط لي مع شخص اخر يعني غلطوا فيه او كذلك اخوان يقدر يكون عرض تهديد باش يخلعوه وباشي اخوان يباعدوه على شي حاجة المهم هات الشي اللي كيقولو الصحف الايطالية فهذا الفقر يا اخوان غادينتكلمو على دخل المواطنة او الشيك ديال الادماج اللي غايجي في بلاس دخل المواطنة ابتداء من هات الشهر وغادينتكلمو على هاد المقال ديال صحيفة لاستامبا تكلمو عليه في الراديو وتكلمو عليه بعض القنوات التلفزيونية ما قال لي صراحة كيبيين المعاناة ديال بزاف ديال المواطنين اللي سكنوا في الطالية وكيبيين المعاناة كذلك ديال الناس من بعض القوانين الجديدة التي تغيرت جريدة لستامبا واحدة من اكبر الصحف الايطالية هي اخوة المقر ديالها كانت في مدينة تورينو وكتنشر وكتكسب من مدينة تورينو بطبيعة الحال هما كيركزوا بزاف على البيمونتي وتكلموا على البيمونتي وذكروا حالات ديال الموظافين ديال الكاف باتروناتو اللي تعرضوا الاعتداءات اعتداءات جسدية كفي موقع 4 ايام هذه في ضمضوصلة سيدة اللي خدمة موظافة اعتدوا عليها بالضرب لانه السيد اللي ضربها اكتشف لانه ملقاش عنده حق في دخل المواطنة في حين انه في مكاتب اخرى اللي كان في تورينو وفي مدينة اخرى ديال بيمونتي كان اخوان موظافين اللي تعرضوا الايهانة وتعرضوا السب والشتم علاش لانه الناس اخوان غنشرح لكم القانون فاش تغير القانون تغير كما يلي مع البداية ديالهات السنة الناس خصوصا الناس اللي كتتتسافد من اعانة ديال الدولة البونس في البوليطات او الشيك ديال الاطفال او مساعدات اخرى بحل الشيك ديال الادماج المهم الناس سابقا كانت كتبش تدير ليزي كتدفع الطلب ديال دخل المواطنة الى واحد الشاب سكن ببحده عنده 25 عام كيدير ليزي دياله وكيدفع به دبلا الامور تغيرات وخصها كان ببحده وخمسة كشمع العائلة دياله وعنده الريزيدانسة ببحده الى بغي يدفع الشيك ديال الادماج خصوه لا بالدمي ديالي اخوان ليزي ديال العائلة يعني خصوه بشي عاد الاب والام دياله يعرف الحالة ديالهم الاقتصادية يعني الحساب البنكي وكذلك ممتلكات ديالهم هادشي اللي غي يخلي انه بطابية الحال ليزي غي ترفع ومني غي ترفع القيمة ديال ليزي هادك السيد مغي يبقاش عنده الحق في دخل المواطنة مني الناس في الكاف باطروناتو كيقولوا المواطنين بالله انه مبقاش عندكم الحق وما غتبقوا تاخدوا حتى شريا من عند الدولة ارى الله يحسن العوان كينا اللي كتكون عنده ردة فعل اللي هي يا عانيفة كيضرب او انه كيسب وكي اللي كيف متى يقوله كينهارب البكاء يعني كيبدا يبكي كيتصدم علش لانه دخل المواطنة هو الدخل الوحيد اللي عنده هو باش عيش هاد القضية اللي قلت لكم ذا بديال ليزي اراه ما كنت تكلموش فقط اعلى 25 عام اراه كنت تكلموحت على السيد اللي عنده 50 عام او السيدة اللي عنده 60 عام ساكنين بوحدهم فقدوا الخدمة بغاوا يدفعوا الشيك ديت الادماج تيقولوا لي من لا انت عندك 50 عام سيرضق على والديك ويجيب من عندهم الاستراتو كونتو او يعني الجوشين سمادية والممتلكات ديانهم وبطبيعة الحال اراه وخص السيد يكون عنده ليزي نازل اراه لا بده ما غير تافع اللي دخل معها كذلك والدي اللي عيشها بالتقاعد وكيفاش واحد السيد اللي عنده 50 عام ما غيبشي عنده والدي يقول لي معطيوني باش نعيش ويعطيوني كذلك باش نخلص الكرة ولذلك واحد الحالي يا اخوان صعيبة وصعيبة بزاف هاد الشي اللي خلق انه صحيفة لاستامبا تكلم على هاد الاعتداءات اللي كتحصل للموظافين ديال كاف باترناتو فهد الفقرة يا اخوان اولا غنتكلموا على الاضراب ديال النقل اللي غيكون نهار 24 في شهر واحد يعني من هنا اليومين وغيكون كذلك الاضراب غدا في بعض الجهات وغنعطيكم تفاصيل فهد الفقرة ان شاء الله اولا غنتكلموا على انه يوم 24 في شهر واحد غيكون الاضراب ديال الطوبيسات ديال طرام وديال الميترو طبيعة هل غيكون اضراب ديال 24 ساعة وغيكونوا فيه بعض توقيتات اللي هي مضمونة للمستعملين وللمسافرين يعني وخا غيدروا اضراب 24 ساعة من بداية الخدمة الى غاية 8 و 29 دقيقة غيكون اخوان الخدمة مضمونة ومن 5 ديال العشية حتى 8 ديال العشية اراها الخدمة مضمونة وطبيعة حل الاضراب غيكون في المدن بحل ميلانو وكذلك روما في حين انه يوم الثلاثة غيكون كذلك اضرابي اخوان ديال طاكسيات في مدينة روما والاضراب ديال النقل المحلي في لومبريا فيما يتعلق بنهار 24 اضرابي اخوان الوسائلة النقل اللي ذكرنا وغادي تكون كذلك اخوان بعض الخطوط اللي كتكون في الليل غير مضمونة خصوصا في مدينة روما فيما يتعلق بمدينة ميلانو نفس الشي غيكون الاضراب ديال طيامي الشركة الاكبر اللي كان في ميلانو ديال النقل من 8 و 45 الى غاية ثالثة بعد الزوال ومن سرية العشية الى غاية نهاية الخدمة يعني ما غا تكون شي اخوان طويس في هاد الاوقات رطبيط حل كنت تكلمو كذلك على انه بعض القيطارات ديال ترينورد حتى هم ما غا يكون فيهم الريسك ديال انه ما يكونوش ولكن الخدمة غا تكون مضمونة من السرية الصباح للسعود ديال النهار وكذلك من السرية العشية الى غاية التاسعة ليلا هنا يا اخوان الخطوط رها مضمونة وربما تكوني اخوان كذلك بعض المشاكل في هاد الخطوط اللي كتشوفوا معاي ميلانو سارونو كومو ومدن اخرى رطبيط حل اخوان هاد الادراب الهدف الرئيسي دياله هو انهو النقابات كوباس اديالي واسي بي وورسا كي طالبوا اخوان بحقوق اكتر للعمال كي طالبوا اولا بالامن بزيادة في الصالير وكذلك بعدم خوصصة الشركات المحلية حيث كان بعد الشركات اللي هي كبيرة ديال الدولة حالي الحكومة ديال جورجا ميلوني داخلي اخوان في واحد السياسة ديال الخوصصة ديال بزيادة ديال الشركات اللي هي معروفة اللي هي بعيدة على النقل ولكن نقبات ديال النقل تيقولوا لي من نقل خليه ديال البلديات خليه ديال الدولة وما ترجعوش حتى هوية خاص راه من بين الشركات اللي حالين غيدخلوا في الخوصصة من بلاتهم يا اخوان البوسطة اللي بطبيط حال ما غايخوصوهاش كاملة غتبقى دائما اخوان في ايد الدولة ولكن غتبع منها واحد الحصة مهمة في السوق بطبيط حالي اخوان هذا هو الاضراب اللي غديكون يوم غد في بعض الجهات من بينها الومبريا ويوم 24 في باقي الجهات الايطالية تكلمنا على ميلانو وروما لانهم اكبر المدن في الطاليان ولكن راه كيتكلموا على اضراب وطني الاول في سنة 2024 وطبيط حال النقابات راه كيتمنى انه ما يكونش واحد الهجوم جديد من سالفيني على هذا الاضراب لانه سالفيني ما كيدروش اضراب دياله 24 ساعة كيبشي اخوانه كيدخل بقرار منه وكيقلس لهم المدة من 24 ساعة الى اربع ساعات فهذا الفقر يا اخوان غدي نتطرقوا الاخبار اللي عنده علاقة بالقيطاع دي الغزة والقضية الفلسطينية واول حاجة غدي مبدو بها هي الحصيلة الرسمية اللي كتتكلم على 25 الف وميتين وخمسة وتسعين شخص اللي توفاوا منذ بداية الحرب الناس اللي قتلهم يا اخوان الكايان الصهيوني الله يرحمهم فيما يتعلق بالجرحة راه العدد ديالهم يا فوق وبكثير سستين الف جريح منذ بداية هاد المجزرة يا اخوان ضد الشعب الفلسطيني حاجة اخرى اللي هي مهمة هو انه اليوم يا اخوان كان وحد الضغط راهيب من جميع الدول ديال العالم خصوصا الدول الاوروبية حول الكلام ديال نتانياهو اللي رجع تكلم على انه ما دام هو في الحكم ديال اسرائيل ما عمره ما غيعتارف وما عمرش دولة فلسطينية ما غيتم الانشاء ديالها الشيء اللي خلق انه في الايام الماضية بايدن اللي هوي الرئيس الامريكي كيهاجمه الشيء اللي خلق انه اليوم بورا المسؤول على السياسات الخارجية كيقول بلا انه من غير المقبول باتاتا انه نتانياهو يقول ذاك الكلام الحل ديال الدولتين هو الحل الوحيد اللي كين ولي ممكن تطبيق دياله فهذيك المنطقة من اجل السلام الدائم وبلا انه نتانياهو بهذه السياسة يعير كيكتر الكراهية لمدة اجيال بطبيق الحال ما غديش يكون عير بورا اللي هو المسؤول على السياسات الخارجية هو اللي غيتكلم ولكن غتكلم كذلك اسبانيا وكتقول بلا انه من غير الكلام على الحل ديال الدولتين ممكن انها تاخذ القرار في الاسابيع والاشهر القادمة باش تعترف بالدولة الفلسطينية زيد على ذلك تكلمت كذلك ايرلاندا وقالت بلا انه من غير المقبول انه نتانياهو يتكلم ويعارض الفكرة ديال الدولتين نفس الشيء اخوان قالت المانيا اللي تكلمت على انه باش الدولة الاسرائيلية تعيش بامان خسحت الفلسطينيين يعيشوا في امان ويعيشوا بكرامة هذا هو الحل الوحيد يعني الحل ديال الدولتين باش اسرائيل تقدر تعيش في امان نفس الشيء غيقول الصونك اللي هو اخوان الرئيس ديال الحكومة البريطانية من اكبر المؤيدين ديال كيان الصهيوني اللي تيقول بلا انه نتانياهو خاطئ وخاطئ بزاف انه يعارض المشروع ديال الدولتين لانه الدولة الفلسطينية والدولة الاسرائيلية هو الحل الوحيد هو الحل الوحيد باش هات الشعبين يعيشوا بجوجهم في امان من بين اهم الاشياء اللي وقعت اليوم كذلك وكذا ما كتشوفوا معايا جامع الدول كتضغط على نتانياهو لانه اولا امريكا تانيا الدول ديال التحاد الاوروبي واحتى ايطاليا مبيناتهم وهاتش يأكدوا كذلك الوزير ديال الخارجي طياني لقلب الله انه جميع الدول ديال التحاد الاوروبي مع الحل ديال الدولتين كذلك الصين وروسيا ولذلك العالم كاملي اخوان متافق على هاد النقطة ديال انها تنشأ دولتانية بغيتوا تعرفوا يا اخوان الجديد في هاد القضية ديال الدولتين حيث الاتحاد الاوروبي دا بحلين كدير اجتماعات مع من؟ مع وزراء الخارجية واحد يا اخوان كينوب على السلطات الفلسطينية والاخر هو وزير الخارجي ديال اسرائيل المهم مني مشاوي اخوان يتكلموا اليوم الوازير الاسرائيلي غيقدم للدول الاوروبية مشروع لحل المشكل ديال القطاع ديال غزة عارفش اشنا هو هاد المشروع؟ هو انشاء جزيرة امام السواحل ديال غزة فيها غيكون واحد الميناء وغيتبنى وبنية تحتية اللي هي غتكون قوية وممكن للشعب الفلسطيني في القطاع ديال غزة انه يرحل لها ويسكون فيها هكا باش يقولي اخوان يعني السجن في جزيرة ووسط البحر ما كينلي يهرب ما كينلي يدخل وما كينلي يخرج الا بالترخيص ديال اسرائيل طبعين الحل اخوانا ردت الفعل ديال الوزارة الخارجي ديال الاتحاد الاوروبي ديال 27 دولة كانت كل هاي اخوان هي ديال تجاهل تجاهل ديال هاد الفكرة لانه فكرة غير منطقية في حين انه وزير الخارجية الفلسطيني لو قايت اللي يتكلم قال ليهم احنا ما بغن لا جزيرة لطبيعية او جزيرة اصطناعية احنا الهدف الرئيسي ديالنا نبقى في الارض الفلسطينية ديالنا احنا هديك ارضنا وعليها بغن نشأ الدولة ديالنا الجديدة المهم لي كاني اخوان هو انه هذي اهم الاشياء اللي وقعت فيما يتعلق بهذا الموضوع ديال الحل ديال الدولتين اما فيما يتعلق بالاشياء الاخرى القصف يا اخوان راه مازم السامر للمنطقة الجنوبية دي القطع ديالغزة بالتحديد اكبر مدينة في قطع ديالغزة اللي هي خان يونس والجيش الاسرائيلي كيعلم انه العمليات العسكرية في المدينة غادي تدوم لمدة ايام بحكم انه يا اخوان المجازر راه هكا تكرر هاد الناس اللي في خان يونس راه الاغلبية ديالهم كاني اخوان في الشمال دي القطع ديالغزة ودهبا مجددا كيعود يقصفوهم ولذلك المجازر راه كثيرا والضحايا اخوان راه هم بالعشرات في الساعات الاخيرة حاجة اخرى اللي هي مهمة هو انه اليوم في البرلمان الاسرائيلي تمي اخوان تصويت على سحب ثيقة من الحكومة ديالنطانياهو هذا اول تصويت من هاد النوع منذ بداية الحرف القطع ديالغزة بطبيعة الحال الحكومة يا اخوان رفضت هاد القرار ومن جهة اخرى الوازير ديالالامن في اسرائيل اللي هو اخوان يميني متطرف كيقول في واحد المؤتمر ديالحزب ديالو الى وقفة الحرب غادي يطيح الحكومة الاسرائيلية هذا ميساج قوي كذلك نطانياهو باش يكمل في الحرب على القطع ديالغزة لانه الى وقفة الحرب الاسوات ديالنا مغايبقوش عندك وغنطيحو الحكومة اليمينيين المتطرفين اللي غادي انك يصعدوا يا اخوان حاليا في النسبة ديالاصوات يعني غادي اني اخوان كي ياخدوا شعبية في اسرائيل باش تعرفوا قبل انه اخوان مني كنت تكلموا على التطرف ورا كنت تكلموا على احزاب للهدف الرئيسي ديالها لمحو ديال الشعب الفلسطيني من الارض في حيل انه نطانياهو مني كتل عليه اخوان اللغض وكتل عليه الغواس ديال العائلات ديال الاسراء قبل انه عندي واحد المقترح اللي غادي يعطيه الحماس ولكن ما غا نقول لكم تايش حاجة على هذا المقترح خاصني نقدمو ريهم ونشوفوا الجواب ديالهم حماسي اخوان مع تلات شنطانياهو قلت لي الحل واحد باش انك تاخد الاسراء ديالك هو انه الجيش الصهيوني انسحب من القطاع ديال غزة ويكون وقف اطلاق النار وهديك السعاء غا يكون تبادل ديال الاسراء ما بيننا وبينكم حل رفضاته اخوان ديج الحكومة الاسرائيلية على لسان ناطق الرسمي بالاسم ديالها لقلب الله انه حل من هاد النوع يستحيل تطبيق دياله ما يمكنش لنا اننا نخليه حماس كينا وانطلقوا الصراح ديال المغتاسبين والمجرمين اللي هجموا لنا نهار سبعة في شهر عشرة باش ناخدوا الاسراء ديالنا يعني هم هاي اخوان بغان يكملوا في الحرب وبغان يحيدوا حماس من الوجود شيء اللي امريكا وفرنسا وبريطانيا وجاميع الدول الغربية كتقول لهم الهدف ديالكم يستحيل الوصول اليه او على الاقل لوصلوا ليه رغى يكون الموت ديال جميع الاسراء اللي عند حماس واحتل يوم هاي اخوان راه ثلاثة الجنود توفى من الجيش الاسرائيلي والحاصيلة الرسمية اللي اعترفوا بها على الاقل ره مية وتمينية وتسعين جندي اللي توفى منذ التوغل ديالهم الى القيطاع ديال غزة فهذا الفقر يا اخوان سنتكلموا على العنصرية في الملاعب الايطالية اثناء المقابلة اللي كانت في مدينة اوديني ما بين الفارق ديال المدينة اودينيازي وفارق ميلا اللي هو كينتامي المدينة ميلانو كانت يا اخوان توجاه الحارس ديال مدينة ميلانو هتافات اللي هي عنصرية بطبيعة الحال هو تكلم على الصحافة واشرح ذاك الشي اخوان اللي اسمع في حين انه كانت فيديوهات اخرى اللي كانت انتاشر يا اخوان في مواقع التواصل الاشيماعي اللي فيها هتافات اللي هي عنصرية للغاية ولي ربما هو مسمعهاش بطبيعة حال هاد القضية راه الحادث ديال الصحف والنشرات الاخبارية المهم اللي كان هو انه مينيان الحارس ديال الفارق ميلان تكلم يا اخوان من بعد المقابلة وقال بلا انه الوقاية اللي كنت حارس كنسمع من الجمهور اللي ورشيباك هتافات اللي هي شابه هاي اخوان بالصوت ديال القروضة يعني اذا عمكي نترك افريقي نترك قرض هذي اخوان العنصرية توجهت ليه وصراحة تنحشو ما يكون شيء من هاد النوع المهم قال لي من المرة الاولى ما قلتش حاجة المرة الثانية مش تتوجهه اخوان عد المدرب دياله واشرح ليه اللي كين الفارق يا اخوان دياله غيقرر انه يخرج من الملعب المدة دي الخمسة ديال الدقيق فهذيك الخمسة ديال الدقيق في البوق قالوا ميساجات اللي هي ضد العنصرية الناس اللي حاضره ورجعوكم منه المقابلة هو من بعد الماتش بقى فيه الحال بزاف قالك من غير المقبول انه هاد الشي يكون بقي في كرة القدم تيرانات عامرين كاميرات اراهمين كش هاد الناس يبقى يدخلوا تيرانات وفعلا يا اخوان دكش اللي يعلن عليه الفارق دياله دياله ديالي قلب لانه عدنا 300 كاميرا في الملعب ديالنا هو ملعب جديد ومجهز ولذلك غادي نعرفوا هاد الناس شكونا هما يا وتعاونوا مع السلطة الايطالية واعطاوا البوليس لديقوس بالتحديد اعطاهم يا اخوان جميع الصور اللي عندهم على الكاميرات اللي كان في تيران وخارج تيران والسيد اللي بان في واحد الفيديو اخوان هاد الفيديو هذا وخاص سيد ما بينش قدروا البوليس يحدوا سيد اللي هو يا كبير عنده كتر من 40 سنة وضيجي اخوان معروف لدى السلطات الايطالية ولذلك غايتم الملع دياله من الدخول الى الملعب مدى الحياة وطابية الحال فهاد النقطة دائما كان عدة اراء كان اللي تيقول بلا انه الماتش ما كانش خاصو يكمل وبلا انه فارق اودينازي كان خاصو يخسر فوق الطاولة يعني اللي عابة ديال ميناء اللي يخرجوا والفارق المصادف اللي عنده جماهير عنصرية خاصو يخسر المقابلة وضيع منه ثلاثة نوقات الا انه هي اخوان اليوم اتدخل كذلك واحد مسؤول من الفيدرالية ديال الكرة القدم الايطالية وقال الى الفيفا بغا تبشي فيه تبشي فيه وحنا غادي نطبقوه اما باش نديرو احنا يا راه ما نقدروش لانه احنا مع السياسة ديال انها تكون المسؤولية الشخصية ماشي مسؤولية ديال الفارقة اللي غا تروح ضحية ديال مجموعة ديال المشاغبين ومجموعة ديال القلال الحياة وهاتش كي عرد الفرق للابتزاز ربما فرقة او رئيس الفرقة ميكونش عجب الجمهور وكل سيمان يدروني بحل مهوكاية باش يخسر الماتش لأسباب عنصرية بالعكس خسنا نمشيو في الطريق اللي هيا كتكون العقوبة على الشخص وماشي على الفارق واللي غا يحصل يعني تحقيقي اخوانا راه ما زال مستمر يالله حصلوا واحد غا يحصلوا العشرات اللي غا يحصل ما غا يبقاش يدخل يتفرش الفرقة ديرو ماذا الحياة؟ موسيقى موسيقى